ربيع العرب فاشل في تحسين صورة بلاد العم سام لدى الناس في كل من تركيا وباكستان والأردن بل إنها أضحت أكثر سلبية في العالم الإسلامي مقارنة بالعام الفائد هذا ما خلصت إليه دراسة شاملة مصر وإندونيسيا والأردن ولبنان وباكستان وتركيا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية الرئيس الأمريكي باراك أوباما بحسب الدراسة لا يملك شعبية في العالم الإسلامي باستثناء إندونيسيا ف28% من الأردنيين فقط يعربون عن ثقتهم بأوباما فيما يتعلق بالعلاقات الدولية ولا تتخطى هذه النسبة الـ 12% في تركيا وقبل قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن فإن ثقة الباكستانيين بالرئيس الأمريكي لم تتجاوز الـ 10% السبب بحسب الدراسة هي أن مبررات كره الولايات المتحدة لم تتغير وهي تتعلق بإدراك شعوب تلك الدول أن الولايات المتحدة تعمل بشكل أحادي ومعارضتها الحرب على الإرهاب والخوف من التهديد المسلح التي تشكله الولايات المتحدة الدراسة نشرت قبل أيام من خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما في شأن المتغيرات الجارية في الشرق الأوسط إلا أنها توصلت أيضا إلى عدد من الحقائق يمكن لأوباما لاستفادة منها أولا سبعة من عشرة أشخاص في كل من لبنان والأردن ومصر يعتبرون الديمقراطية أفضل سبل الحكم ثانيا تفضيل الاقتصاد القوي على الديمقراطية في الأردن والأراضي الفلسطينية وباكستان وإندونيسيا ثالثا في باكستان ومصر والأردن معظم المواطنين يعتقدون أن القوانين يجب أن تستند إلى تعليم القرآن رابعا تنظيم القاعدة حاز تصنيفا سلبيا في أكثرية الدول الإسلامية خامسا ثمانية وستون في المئة من مسلمي فلسطين يؤيدون الهجمات الانتحارية وثمانية وعشرون في المئة من المصريين بعدما كانت نسبتهم لا تتجاوز الثمانية في المئة العام 2007 رول الخطيب العربية